مصطفى جمال لعب وسط حرص الحدود باحتساب خطأ على اساس انه كان في لمس اتياد واد المهارة من احمد صبري مهاري احمد صبري ممكن يصنع الفارق لو تعاون مع عبد السلام نجاح من اجل اصال الكرة بكل سهولة الى الهدف حمد يحيى شوفوا المرور الرائع عادة بمهارة عمر سعد لم يجد حل سوى اقاف هذا اللعب بعملية الشد من القميص سوادي قدامنا كان بيطالب احمد صبري باشهار بطاقة صفراء ويحذر عمر سعد ولكن حتى الان اللقاء نظيف خالي بين البطاقات الصفراء الحاكم الاشهر سبع بطاقات صفراء في اولى مباراته حينما ادار اللقاء الاسماعيل والداخلية في الاسبوع الثالث واليفاز في فريق الداخلية بهدف واحد مقابل اشيء عن طريق اللعب سير البيالة خطأ لمصلحة فريق حرص الحدود بالكرب منطقة الجزاء ملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن تمركز جيد عمر سعد كرة تروح من جديد ملعوبة في تسلل لا ما فيش تسلل في خطورة اوبا جول جول هدف اول هدف اول لمصلحة فريق حرص الحدود مع الدقيقة الخمسة اشر ومع الربع ساعة الاولى يتقدم الاحمر عن طريق علي الفيل علي الفيل يتقدم علي الفيل لم يكن هناك تبديل في الامور الا من خلال علي الفيل استلام رائع على الصدر ويسدد في مرمى مهدي سليمان وبالتالي يسجل هدف ما فيش تسلل مثل ما رأى المساعد الثاني لحكم اللقاء رجب محمد وعلى طول يؤشر بالضوء الاخضر وعلي استلام على الصدر وحطاه في ظل يعني غياب الرقابة الدفاعية